موسيقى السلام عليكم ورحمته وبركاته دقائق اخبارية اتلوها بسم الله الرحمن الرحيم اختتمت المنطقة العسكرية الثالثة اليوم مشروع القادة والاركان على الخارطة للعام التدريبي الفين واثنين وعشرين بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الاشول ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء احمد العابسي وعدد من القيادات العسكرية واشهد المفتش العام للقوات المسلحة بالترتيبات التي اجريت لانجاز هذا المشروع مؤكدا اهمية بلورة وترجمة مخرجاته على ارض الواقع متمنيا النجاح لكافة هذه المخرجات من جانبه اكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة لواركن منصور ثوابه استعداد المنطقة وجاهزيتها لأي اوامر توجهها القيادة السياسية والعسكرية قال مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان انه انتزع 1375 لغما زرعتها ميليشيا الحوثية الارهابية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية واوضح مسام في بيان ان الالغام المنزوعة شملت اربعة الغام مضادة للأفراد واحد عشر لغما مضادة للدبابات والفا وثلاثمائة وخمسة واربعين ذخير غير متفجرة وخمسة عشر عبوة ناسفة ليرتفع بذلك عدد الالغام التي زرعت او التي نزعت خلال شهر مايو الى اربعة الاف وثلاثمائة وعشرين لغم اسقطت قوات الجيش الوطني طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثية في احدى جبهات القتال بمحافظة حجة وقال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ان دفاعات الجيش اسقطت طائرة مسيرة تابعة لميليشيا ايران الحوثية في منطقة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة اكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وفاة اسير جديد في سجون ميليشيا الحوثية بصنعاء بعد نحو سنوات من التعذيب والاخفاء القسري وقالت الشبكة اليمنية للحقوق ان اسرة الاسير ماجد محمد عبادي تلقت بلاغا من الميليشيا بوفاة ابنها والحضور الى صنعاء لاستلام جثمانه يذكر ان الاسير عبادي جندي من ابناء تعز في صفوف الجيش الوطني تم اسره في جبهة كتاف بمحافظة صعدة قبل خمس سنوات تعرض خلالها لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي في سجون الحوثيين حتى وفاته اعربت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية عن ادانتها لقيام جماعة الحوثي باجراءات نهب ومصادرة لمنزل نقيب الصحفيين اليمنيين السابق نصر طاها مصطفى بعد سنوات من السيطرة عليه وقالت في بيان لها ان هذه الجريمة تؤكد ان سياسة مصادرة المنازل ونهبها والاعتداء عليها اصبح سلوكا ممنهجا لدى جماعة الحوثي ضد كل من يختلف معها واكدت المنظمة ان هذا النهج مخالف للدستوري والقانون الى ذلك قالت منظمة سام للحقوق والحريات ان احالة ميليشيا الحوثية الارهابية القاضي عبدالهاب قطران الى النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها تطور خطير يؤكد اصرار الجماعة على التضييق على حرية الرأي واسكاة كافة الاصوات التي تنتقد الوضع العام في مناطق سيطرتها واوضحت منظمة سام ان جماعة الحوثي تتخذ من قضايا الشرف والدين وشعار الحرب ضد امريكا واسرائيل ذريعة لاسكاة خصومها وارهابهم وتصدر العديد من الاحكام التعسفية ضد نشطاء وصحفيين بتهم جاهزة تفتقد لابسط معايير الحق في المحاكمة العادلة ادانت رابطة امهات المختطفي استمرار ميليشيا الحوثي في اختطاف خمسة اشخاص من الطائفة البهائية في اليمن منذ عام وحملت رابطة امهات المختطفين جماعة الحوثي المسئولية الكامل عن سلامتهم وحياتهم مؤكدة ان الحرية الدينية وحرية الفكر والاعتقاد حقوق اساسية مكفولة في كافة المواثق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان ومن واجب جميع الاطراف الالتزام بها استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين حكم الجزائية المتخصصة في عدن بحبس الصحفي احمد ماهر البالغ من العمر اربع سنوات وقالت ان الحكم جاء بعد سلسلة انتهاكات جسيمة في حق ماهر ابتداء باختطافه وتعذيبه وارغامه على تسجيل فيديو تحت الاجبار مرورا بالابقاء عليه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة واكدت نقابة الصحفيين ان الحكم يحمل دوافع سياسية بعد حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة ودعت النقابة الى الغاء الحكم والافراج عن الزميل ماهر وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة خرج عدد من ابناء مديرية لبعس بيافع في مسيرة وتظاهرة غاضبة تنديدا بترد الأوضاع المعيشية في المديرية وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل التشكيلات المسلحة المسيطرة على إدارة شؤون المديرية وطلب المحتجون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تلبية احتياجات المديرية افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ ماربا لواء سلطان بن علي العرادة يوم أمس في منطقة الروضة بعاصمة المحافظة وحدة الصيانة المركزية بصندوق النظافة والتحسين وإعادة تأهيل وتأثيث المعهد الفني والمهني بتمويل من الاتحاد الأوروبي وطف اللواء العرادة بمكونات الوحدة التي تضم تسعة أقسام هندسية متعلقة بالسيارات وسلامتها ووقف على مستوى ومواصفات البناء والتجهيزات الحديثة للورش والتي ستساهم في صيانة الآليات والمعدات وإطالة عمرها الافتراضي أقام قطع الحج والعمراء حفلة تكريم للوكالات الحاصلة على تقييم متميز وذلك بعد أن خضعت لعملية تقييم شامل لأدائها وخدماتها لمعتمري بلادنا خلال العام 1445 هجرية وأكد وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمراء الدكتور مختار رباش على أهمية هذا التكريم في تعزيز روح التنافس بين الوكالات العاملة في الميدان وتحفيزها على تجويد خدماتها لضمان سلامة المعتمرين اليمنيين وراحتهم دشن وكيل محافظة شبوى الدكتور عبد القوي لم رق يوم أمس دورة لتعريف مجموعة من حجاج شبوى بالأحكام الشرعية والمناسك والضوابط العامة لهذه الشعيرة الدينية العظيمة وأكد في الدورة التي ينظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة على أهمية هذه الدورة الشرعية للحجاج وشدد على ضرورة تعريف كافة الحجاج من أبناء المحافظة بأحكام ومناسك الحج بما يضمن لهم كمال أجر تأدية فريضتهم افتتح مدير عام شرطة محافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة قاعة التدريب والتأهيل بمبنى الإدارة العامة لشرطة المحافظة وقال العميد مفتي صمودة بأن الهدف من افتتاح هذه القاعة تنفيذ برامج التوجيه المعنوي والورشات العلمية والتعليمية وتأهيل وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة وأكد أن تطوير الأداء الأمني ورفع كفاءة ضباط وصف أفراد المهرة يأتي في قائمة الأولويات نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق اليوم نزولا ميدانيا إلى محافظة المهرة للاطلاع على أوضاع المحتجزين والسجناء وخذال لقائها مع قيادات أمنية وقضائية استعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشتلي استعرض الهدف العام من الزيارة واهتمام اللجنة الوطنية بالتنسيق والتواصل مع الجهات الضبطية والأمنية للتعاون في تعزيز وحماية حقوق السجناء والمحتجزين وكفالة حقوقهم وفق المواثق الدولية والقوانين الوطنية من جانبه أكد مدير أمن محافظة المهرة العميد مفتي سهيل على الأدوار الهامة التي تقوم بها اللجنة الوطنية والمؤسسات المهتمة بكفالة الحقوق بما يساهم في تنفيذ القانون والتقليل من التجاوزات والقصور في الجوانب الإنسانية فزى منتخب مديرية خور مكسر بالعاصمة لعدن بالدوري الرياضي المدرسي لمحافظة عدن الذي نظمه البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره وذلك بالشراكة مع مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ تحت شعار حماية الأطفال من دوائر صناعة التبغ وشارك في البطولة سبع منتخبات من طلاب الثانوية بمديرية محافظة عدن وجاء فوز فريق منتخب مديرية خور مكسر بالبطولة بعد انتصاره على منتخب مديرية الشيخ عثمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وأحرز هدف الانتصار لمنتخب خور مكسر في آخر دقائق الشوط الثاني من المباراة دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزيزي يحييكم في رعاية الله اشتركوا في القناة